السلام عليكم وأهلين بالشباب لابد من تدريس القرآن في المدارس المصرية بطريقة إجبارية حضراتكم شفتوا الدعاية اللي عملها أبي أحمد في أسيوبيا وأنه بيولد كهرباء وقاله قص الشريط والفيلم المضحك ده كله بصراحة الموضوع ده ووضوع اللي حصل النهاردة في أسيوبيا من قص الشريط لتوليد الكهرباء ضحكني جدا يعني حاجة ما يعملهاش العيال الصغيرة اللي عايزين يلعبوا يعني أبي أحمد حتى عايز يجذب على شعبه ما هوش عارف يعني هو أكيد الشعب الأسيوبي صدقهم لأن انتوا عارفين أن الشعب الأسيوبي شوية جهلة يعني أصلا ما عندهمش كهرباء تلتونهم ما عندهمش كهرباء يعني لحد النهاردة الأسيوبيين تلتين الشعب الأسيوبي بيسمع أخبار صد النهضة في الراتيو بحجرين يجيب يقع الجنب الراتيو كده ويشوف إيه اللي حصل بالسد يقول لك أبي أحمد بقص الشريط يقول له ها قصر الشريط ما عندهمش كهرباء هو حجارة ترانزيستر والتلت التالت موجود في أديس أبابا مغيب موضوع افتتاح مشروع صد النهضة ده ما عرفش أقول لكم إيه حاجة تضحك يعني المفروض أنه بيولد كهرباء علشان خلاص السد تشتغل وخلاص هيولد كهرباء كاف في أفراقيا فاكرين من كم شهر كده أنا قلت أن السد ده مش هيولد أكتر من 20 ميجا وات فاكرين قلتلكوا السد مش هيولد أكتر من 20 ميجا وات وهيتحطن في بطاريتين والبطاريتين اتنقلهم لأسيوبيا على مركب من شركة تيسلا الأمريكية اللي موجودة في ولاية تيكساس وقلت لناس ساعتها البطارية عبارة عن قد حجم العربية الشاحنة تريلا كده في الفترة دي يعني في ناس يعني من بقول لكم الفيديوهات بتاعتي أحيانا بتعتبر خيال علمي لفئة كبيرة من الشعب فالناس مش متخيلين أنا قلت إيه طيب الحمد لله النهاردة شفتم الدعاية اللي عملها أبي أحمد والصورة اللي بتقول لهم مولد 26 ميجاوات اللي الناس ما تعرفوش إن 26 ميجاوات اللي انتشوفتهم في الصورة دول 26 ميجاوات آور يعني لازم التربينة تشتغل ساعة كاملة علشان تولد 26 ميجاوات فاهمين؟ ساعة كاملة هو ما يقدرش يشغل التربينة ساعة لأنه ما عندوش أكتر من بطاريتين كل بطاريتش العشرة الأول خلينا أوريكم بطاريات شكلها إيه وعديني كامل شركة تيسلا الأمريكية دي شركة موجودة في تيكساس هي اللي بتعمل البطاريات اللي أحجامها كبيرة البطارية الواحدة بتاخد 10 ميجاوات وحاليا بيحاولوا ينتجوا بطارية واحدة تاخد 100 ميجاوات لكن حاليا الموجودة اللي هي 10 ميجاوات وهي دي الشركة اللي اعطت بطاريتين لأسيوبيا من فترة كل بطاريات تشيل 10 ميجاوات يعني كلهم 20 هو ده شكل البطاريات عاملين زي العربية الشاحنة الكبيرة كده الطول بالعرض للظبط المقاسات مش عندي يعني لكن هي يكون حاجة طويلة كده يعني أي حد شاف فيديوهات أكتر لساد النهضة أكيد هيلاقي في جنب الساد بطاريتين موجودين طوال كده زي الشاحنة تحس انها عاملة زي التريلة كده زي العربية زي العربية الشاحنات اللي بنقلوا عليها البضايع دي حاجة بالظبط قد حاجة بالعربية كده هتلاقي اتنين من دول موجودين في مكان ما جنب ساد النهضة هيحطوهم لأنها أصلا ما يقدرش يولد أكتر من كده ليه والتربينة ما تشتغلش يعني أصلا انتو الناس بشفاهم الساد ده ما هواش عشان كهرباء ولا الساد ده عشان ما هي يعني فيه ناس بيقولوا الساد ده ما هواش كهرباء ولكنه ساد لتخزين مية الساد ده لا الكهرباء ولا المية وأنا شرحت الموالد ده مو كتير لكن للأسف فيه ناس كتير مش مش فاهمين أسمع في بعض القنوات يقولك هو مش ساد مش عشان كهرباء ده عشان يخزن المية عشان يبيع المية المصر يا جماعة أنا حكيت قصة الساد بالتفصيل الممل لكن المشكلة إما الناس بتنسى وإما بيسمعوا القنوات التانية وبعدين بيطلغبطوا وهو ده السبب إني بقول ما تسمعوش للقنوات التانية اللي قالوكم بتطلغبطوا مش بقالوكم ما تسمعوش للقنوات التانية عشان تبفرد رأي عليكم لا علشان مش عايز مخوكو يطلغبط أنا حكيت قصة الساد كتير الساد ده قلته مليون مرة كان المفروض إنه مش هيزيد عن خمسة مليار متر مية الساد ده اتعمل يعني اتحط أساسات على أساس إنه ياخد حداشر مليار متر مية وطبعا جماعة الأسيوبيون كلهم حرامية وحصل محاكمات وأصلا أبي أحمد ما كانش ناوي يحط غير خمسة مليار متر مية فما كانش فيه اهتمام بتأسيس الساد لأنه هو كان كل اللي هيخده خمسة مليار وبعدين كان المتوقع بعد كده أيام ما تحط أساس الساد كانت أمريكا متخيلة إن اللي هيحكم مصر في الوقت الحالي هو الإخوان المسلمين ما كانش السيسي موجود في الحزبان نهائي هو من اللي جاب السيسي ووزيره للدفاع مش الإخوان يعني فيه ناس جهلة أو الإخوان المسلمين جهلة ويقولوا أمريكا هي اللي حطت السيسي أمريكا حطت سيسي مين إذا كان الإخوان هم اللي جابوا السيسي حاجة غريبة يعني يعني يوم ما السادت بنا ما كانش فيه سيسي كان أوباما حضرت في الاعتبار إن اللي هيحكم مصر الإخوان المسلمين فكانوا الإخوان المسلمين حيستغلوا موضوع الساد واللي هيكون وراه خمسة مليار متر مية وطبعا الإخوان المسلمين في الفترة دي هيكونوا بيعلقوا المشانق في البلد ومعادش فيه لا تعليم ولا فيه لا تلفزيونات يعني هيكون يعني مصر كنت هتكون بوضع أفغانستان تخيلوا أنتم معايا الموقف تخيلوا معايا مصر كأنها أفغانستان الإخوان مسكنها الستات قاعدة في البيوت مفيش تعليم المشانق متعلقة لكل المسقفين والأسكياء والإعلاميين والصحفيين والسياسيين كل دول إعدامات وفي نفس الوقت مصر موجود لها سد منع عنها الماء كان اللي هيقول الأخوان في الحالة دي هيقولوا غصبنا عننا لازم نتفاهم مع إسرائيل لأن إسرائيل هي اللي متحكمة في السد الحقيقة يا إسرائيل عايزين الماء إسرائيل تقول لهم ماشي يعطونا سينة وعطونا قناة السويس وعطونا مدن القناة ووصلونا بمية النيل وكان يتحقق الحلم الإسرائيلي اللي هو إسرائيل من النيل للفرات خريطة إسرائيل الكبرى يعني لو رحت خريطة إسرائيل الكبرى كانت من النيل للفرات إسرائيل تاخد سينة وقناة السويس ومدن القناة وتاخد الدلتا كلها الدلتا وتفضل ماشي كده لحد نص السعودية وتوصل من السعودية للعراق لحد الفرات ده خريصة إسرائيل الكبرى هو ده اللي كان هيتعمل ساعتها وما كانش فيه أي حد يقدر يقول للإخوان أنتوا بتعملوا كده ليه لأن المشانق محطة في البلاد ولكن كان ده يعني سبب قدام العالم الخارجي أن احنا اضطرنا نار الضخ لأسيوبيا ودخلنا إسرائيل علشان نجيب ميا علشان الشعب المصري ما يموتش مجرد علشان شكل الإخوان قدام العالم فاهمين لكن أصلا الإخوان ما يهمهمش الشعب المصري أن الشعب المصري كان كله هيكون بيتعدم فهو ده كان الهدف من السد ما كانش الهدف من السد أنه يتعمل يبقى 75 مليار وبعدين أسيوبيا تبيع المياه لمصر انتوا بجيبوا الكلام ده منين ده ما كانش هدف أصلا بدليل أنه أصلا السد كان متأسس لـ 11 مليار هو ما كانش متأسس لكهربا ده المخطط كله تغير بعد ما السيسي جاه السيسي جاه بوز بوز كل حاجة لأمريكا قلب لهم الدنيا يعني قلب لهم الحاجة 180 درجة خلى باراك أوباما بقى يمشي على رأسه والله العظيم باراك أوباما كان بيمشي على رأسه كان هيتحاكم في الكونجرس كان هيتحاكمه لولا إن جاما كين سيناتر أمريكي كان مشترك مع أوباما في كل اللي بيحصل مع الإخوان وبيع 40% من أرض سينا وإعطاء الإخوان 8 مليار لولا جاما كين سيناتر كان مشترك مع أوباما كان أوباما تحاكم ويدخل السيجنة على 8 مليار الإخوان أخذوهم من أوباما من أمريكا أوباما بيكره السيسي كره الله تخياله وجو بايدن هو كمان بيكره السيسي لكن مش بمذاقه الأوضاع تغيرت في الفترة من أوباما الحد النهاردة الصين طلعت مخطط أمريكا كله تغير معادش بقى يعني جو بايدن هيتجنن بيكره السيسي لكن مقدرش يعمله حاجة ده محتاج السيسي جو بايدن بيكره ولي عهد السعودية لكن محتاج ولي عهد السعودية دلوقتي الوضع تغير دلوقتي أمريكا بقى لها عدو وعدو وأساسي أسد أسد واقف لأمريكا اسمه الصين فالسياسة كلها تغيرت والمصيبة السوداء النجاح السيسي والسيسي مخه ده السيسي رجل وطني ما بيخافش ما بيخافش السيسي ما بيخافش قال لأمريكا هضرب السد بالصواريخ ما عنديش طائرات توصلوا آه والسودان مش هتخليني أخش حارب تولعي السودان حضرة بالسد بالصواريخ كان ساعتها السد لسه ما تحطش فيه مياه كان سهل ضربه بالصواريخ ولكن ضرب السد بالصواريخ ساعة 2014 لما سيسي مسك الحكم كان هيعمل انقلأ في القرن الأفريقي كانت أسيوبيا هتحبوز كانت هيبقى فيها حرب أهلية ومفيش حد مسكها ضرب السد كان هيبوز أفريقيا أسيوبيا كان المئة مليون أسيوبي هيتخنقوا في بعض كان المئة مليون أسيوبي هينتشروا زي الجراد في دول الكرن الأفريقي وده كان هيأثر على باب المندب وده كان هيقفل البحر الأحمر وده كان هيتدمر التجارة العالمية فهمتوها؟ ده اللي خلى أمريكا اتحايلوا على السيسي قالوا له نبوس إيديك هنعملك اللي انت عايزه وأكتر شوية بس يخليك معانا امشى ورانا فهمتوها؟ ومن هنا جه المخطط امضاء اللي هو اتفاقية المبادئ يعني السيسي مدى اتفاقية المبادئ وهو عارف ان السد هيتدمر كل الأحداث اللي بتحصل من 2004 من يوم السيسي مدى اتفاقية المبادئ للنهاردة السيسي عارفها يعني السيسي مثلا مضى اتفاقية المبادئ وهو مش عارف ان ابي احمد هيتدمر كل بنود اتفاقية المبادئ ده ابي احمد ضمرهم كلهم السيسي كان عارف طب ليه ابي احمد ضمرهم كلهم علشان معروف ان مصر هتحارب فلازم مصر يكون قدام العالم لها لحق يتحارب علشان شكل مصر قدام العالم وشكل مصر قدام افريقيا بالذات وقدام دول حوض النيل بالذات لان الافارقة اغبية فلازم الافارقة يكونوا مقتنعين ان غصبا عنهم مصر لازم تحارب لان ابي احمد هيعطش مصر وهو ده الدور اللي ماشي فيه ابي احمد كويس جدا بيعمل كل حاجة علشان يعطي سبب لمصر انها هتحارب والافارقة دول افريقية ما هيقدروش يزعالهم مصر فهمتوها؟ من يوم ما حكيت لكم موضوع سد النهضة قلتلكم فيها مشكلة السودان موضوع السودان ده مش جديد موضوع السودان ده معروف من سنة 2014 من ساعة ما كل الاتفاقية خلصت لتدمير سد النهضة كان فيه مشكلة اسمها السودان هنعمل ايه علشان نخلي السودان تحارب اسيوبيا فهمين؟ يعني ما كانش لها حل وهو ده اللي امريكا واتفعت عليها مع مصر ومع السيسي سيبها للوقت يعني هنعالجها داي باي داي يعني حنشوف اللي هيحصل ايه ومع الوقت هنعالجها لان السودان مشكلة ليه لان ما فيهاش قائد نقدر نتكلم وياه والسودانيين درجة الزكاء عندهم صفر فعشان كده بقولك ايه المشكلة السودان والحد النهاء فعلا اللي كنا عاملين حسابه من ثمان سنين موجود دلوقت ولكنه بيتحقد اكتر يعني يعني احنا ما كناش عارفين نعمل ايه مع السودان كنا سيبانها لوقتها ولكن زادت المشاكل اكتر لما الشعب هاج ضد البرهان يعني كان المتوقع ان البرهان حيتفق مع السيسي والاتنين هيخشوا مع بعض وهيحربوا اسيوبيا وهياخدوا بني شانكول وهيهدوا السد وخلصت القصر يعني هو ده كان المتوقع يعني المخطط كان كده البرهان والسيسي هيحتلوا بني شانكول يهدوا سد النهضة وبعدين ابي احمد وياهم هيعملوا قاعدة عسكرية في بني شانكول تمسك القرن الافريكو كله وكمان قاعدة عسكرية ما بين مصر وما بين ابي احمد في جيبوتي لحماية باب المندب والبحر الاحمر هو ده كان الاتفاقية ولكن الشعب السوداني بتخلفه بجهله بغباؤه بوز المخطط كله اللي هو في مصلحة السودان لان السد ده السد ده يعني يعني كنبلة يعني الله اعلم يعني هيقع يعني السد دلوقتي زي الدرس الملاخلخ لو فيه لو واحد مجنون رمع ليه كذيفة اربجيه هيوقعه السد حالية ارحالية من الثمانية مليار اللي فيه زي الدرس الملاخلخ لانه متأسس عشان ياخد 11 مليار من غير بدون عوامل امان والاساسات مزورة على الحين كده انا بقول لكم الشعب السوداني بيقزي نفسه ومهماش عارفين انهم بيقزوا نفسهم ومعرفش ايه مين اللي دخل في دماغهم حكاية ان السد مصلحة ليهم ده معرفش المهم يعني المهم السودان هي المشكلة ومن هنا جت المشاكل اللي بتحصل اللي يمت في السودان خلت الملء الثالث مش ممكن يحصل لان المفروض هيحصل ان اول ما هيبدأ يجفف الممر الارض ويعلي هتكون ساعتها فيه حرب بحيث ان السد يتهد قبل ما الفيضان بتاع شهر سبعة ييجي علشان شكل ابي احمد يكون كويس في بلده ولكن دلوقتي مش هنقدر لان السودان فيها مشاكل مش هنقدر نخش السنة دي ان نحارب اسيوبيا علشان الجيش السوداني عنده مشاكل مع الشعب السوداني في مشاكل في السودان لسه لازم تتحل هتتحل ازاي الله اعلم دي الموضوع لسه بنحل فيه سنة بسنة طيب علما المشاكل دي تتحل ابي احمد هيعمل ايه ما هو لازم قدام شعبه يعلي السد ويولد كهربا هيعمل ايه يعني احنا السودان حطت ابي احمد في موقف الراجل مش عارف يعمل ايه فاكرين لما قلت لكم من كام فيديو الممارة الوسطاني ده الملء الثالث مش هيتم وابي احمد هيلاقي حجة اما انه هيحارب التجراي ويقول للشعب انا ما عنديش وقت الملء الثالث عشان بحارب التجراي واما انه هيقول انا مش مش هعمل ملء الثالث السنة دي علشان اعطي فرصة للنقاش بين مصر والسودان يحصل تاني عشان نتفق يعني لازم يلاقي سبب منطقي قدام شعبه عشان ما يعملش ملء الثالث طيب وعلشان الشعب يتقبل السبب المنطقي ده لازم يعطي الشعب حاجة لازم يرشي الشعب طب ابي احمد هيرشي الشعب ازاي جات فكرة حكاية اعلن ان السد بيولد كهربا ومن هنا فكرة الاعلان العالمي ان السد خلاص ولد كهربا وظهر لك اعداد ان بيولد كهربا دي دلوقتي اسيوبيا فيها احتفالات المفروض اللي احتفالات دي هتفضل شغالة لمدة شهر ان السد خلاص ولد كهربا خلاص السد ولد كهربا والايام اللي جاية هتلاقي ابي احمد عمالي يتصل بالقادة الافاركا عايز عايز تشتري كم ميجاوات هيبيع بقى الكهربا فاهمين قصدي ليه الفيلم ده كله علشان بعد ما هيجي بعد كم شهر لما هيجي يقول لشعبه انا مش هعمل ملء ثلاثة السنة دي علشان اعطي فرصة للنقاش بين مصر والسودان او مش هعمل ملء ثلاثة علشان بحارب التجرايد الشعب الاسوبي يتقبل لان خلاص السد ولد كهربا فنقدر نتحمل سنة كمان فاهمته وهو ده كان السبب ان ابي احمد اعلن نجاح التربين وتوليد كهربا والفيلم ده كله بدليل ان ما فيش اي حد من الدول افريقية حضر معاه ما حضرش غير الوضل راجل لبيضاني رئيس الشركة اللي بتعمل السد ان هو عارف السر رئيس الشركة اللي بتبني السد مهو عارف السر عارف ان السد ده هيقع وعارف ان السد مش هوالك كهربا المجموعة اللي عارفين السر هم دول بس اللي كانوا موجودين ولكن موقف ابي احمد في قص الشريط بتضحك بصراحة بتضحك بصراحة شايفين ابي احمد وقص الشريط شايفين عمدان الكهربا دي يعني يعني جايبين كارتون ورسمين عليها موضوع الكهربا وهماش قادرين يجيبهم مثلا عمدان حقيقية ويعملوا كهربا حقيقية يعني اسلاك حقيقية شوف يعني وثلاث مقصات فا نقصه كل احد يقص له حتى فا نقصه وما بعد كده هتلاقي ابي احمد مسك الأمود والخبور ولده له امراته وهو هاشايفين مسك الخبور اللي في النص هذا شاهد اكبر خبور وهو بيعطي له امراته عمركو شفت واحد بيعطي امراته خبور ابي احمد بيعطي امراته خبور وتتحاكم بعد كده الصورة اللي جاية الحراس شوفوا الحراس يعني مثلا عندنا الحراس شايفين الحراس العيال ومطقم صن ملونة دول كل واحد مساك الاسلاح يعني احنا عندنا مثلا الحراس بيكونوا بدلة وجرفطة وسماعات في الودان وفيه عمليات تأمين حقيقية تحس ان الحراس دول يعني زي ملكون بيعملوا مشهد في فيلم سينمائي يعني فكروا انتم فيها يعني ده منظر افتتاح محطة كهرباء هتنور افريقيا وكلكم والعدات ده كوم الستة وعشرين ميجاوات دول يعني انتم عارفين ليه ابي احمد حط العدات ده لان الشعب الاسيوبي جاهل الشعب الاسيوبي ما يعرفش يعني ايه ستة وعشرين ميجاوات هو بالنسبة له الستة وعشرين ميجاوات دول خلاص هينوروا اسيوبيا نوروا اسيوبيا مين دول هينوروا افريقيا يعني منظر ابي احمد موت متضحك هو معلق للعمدان بتاعة الاسلاك الكهربائية دي حاجة بالزبط زي بكون عيال صغيرة هيجي بعض الناس يقول لك يا عم ده مولد كهرباء وفيه عمدان وفيه اسلاك اه فيه عمدان واسلاك لمجرد منظر كأنها ديقور ولكن العمدان والاسلاك دي بتروح فين محطة الكهرباء نفسها مش كاملة يعني مجرد كده اساسات بس يعني حتى لو التربين وولي كهرباء حيوديها فين الكهرباء لازم تروح اي مكان حيولى الكهرباء واسبة في الجو لازم يشحنها لازم يعنى لا فيه ربط مع السودان ولا فيه ربط مع الشبكة في عديسة أبابا ولا فيه محطة للكهرباء مفيش اصلا مفيش توليك كهرباء وكمان ابي احمد عارف ان السادي ده كله مجرد فيلم فما هوش عايز يصرف فلوس زيادة عن اللي اتصرفت يعني لانه هو عارف انه تخيل كل اللي بيحصل ده هيتفجر وهيضيع وكلام فاضي يعني هو مجرد تحصيل حاصل بيضيع وقت فهمتم القصة المهمة بقى يعني المشكلة مش في سد النهضة يعني انا بقول لكم ان السد ده مش يعني مش هيكون في ملء ثالث سنة دي والايام مبينانة يعني علشان يحصل ملء ثالث المفروض الاسبوع الجاي بالكتير يبدأ ينشف في الممار الممار الوسطاني وهو ممكن يبدأ ينشف مش مشكلة في التنشيف المهم ان يبدأ يرفع ويرفع يعني يرفع الخمسة التلاتين متر لنقصين يعني هل ممكن ان ابي احمد يرفع اتنين متر كمان انا بقول ان ده احتمال واحد في المية ومش هيعملها الا لو اضطر ولكن انا بقول انها مش هتحصل لان الشعب الاسيوبي خلاص فرح بالكهربا فمش بيحتاج حتى يرفع المتر ده ليه؟ لان المتر ده يعني لو رفع لو السد الممار الوسطاني ترفع كمان اتنين متر الشعب المصري نفسه هيتدايق وما تنسوش في الشعب الاسيوبي وشعب مصري يعني على قد ما احنا عايزين ابي احمد ينتشر في اسيوبيا وانشهر ويفضل موجود ويفضل رجل اول على قد ما احنا عايزين الشعب المصري ما يفتكرش ان السيسي والجيش خلاص باع القضية وساب السد لان فيه قنوات زي قناة ابراهيم الشرقاء بتبيع الموال ده فاهمين قصدي يعني مثلا انا بيصعب علي المهندس ابراهيم الشرقاوي ابراهيم الشرقاوي ابراهيم الشرقاوي مين المهندس المصر ده اسمه مهندس المصر استنى واجهر بكم اسمه مهندس عباس شرقاء اسمه حولي اعرفش ابراهيم الشرقاوي ده في الدماغي لانه كل فيديوهاته بتدمير في كل فيديوهات ابراهيم الشرقاوي تدمير في في مشاعر الشعب المصري يعني فعلاً بيتضمر في مشاعر الشعب المصري لدرجة تخيلوا أن إبراهيم الشرقاوي بقال أنا معونتش جاي بكلام عباس شرقاوي تاني لأنه مش مقتنع بكلام عباس شرقاوي عباس شرقاوي رجل المسؤول المصري مش عاجب إبراهيم الشرقاوي لأن كلام عباس شرقاوي بيعجبوهش لأن عباس شرقاوي بيقول ما فيش من الإتالة وطبعاً إبراهيم الشرقاوي مش عاوز يقول ما فيش من الإتالة يجب أن يقول فيه ملء ثالث ورابع وخامس والسد سينشع في النيل والشعب المصري سيولع والسيسي سيهر يعني عايز يولع في البلد الوادة المهم مهانسة باش رأي بيسعب عليها لما يتكلم لأنه يعني ما يتكلم على السد لازم يعطي كلام كويس في حق أبي أحمد علشان يرفع من قامته في بلده وفي نفس الوقت لازم يعطي كلام كويس يطمن المصريين أنه ما تحملوش هم سد النهضة إحنا مسيطرين فهتخيلهم خط رفيع أو يعباش شراء لازم يمشي فيه ليه؟ إزاي عايز تفرح شعب الأسيوبي أن السد بيتبني وفي نفس الوقت تطمن الشعب المصري أن السد ما بيتبنيش وده كله في جملة واحدة يعني لازم يقول جملة أسيوبيا تفهم الجملة على أن السد بيتبني ومصري تفهم الجملة على أن السد بيتبنيش فهمتم؟ يعني بيصعب علي عباش شراء لما بسمعه بيتكلم بيصعب علي أنا فهم اللي هو بيقول إيه لكن عمد الشعب مش فاهمين عشان كانت ليه بيقول لك الملء الثالث فشل ويوم ما حيملة مش هيعمل أكتر من أثنين متر أو ثلاثة متر بيساعد أبي أحمد وفي نفس الوقت بيطمع المصريين ولكن الحقيقة إن مش هيحصل أي ملء ثالث خالص يعني أنا شخصيا بقول إن مش هيكون في ملء ثالث نهائي ولا صنطي هل أكون غلطان؟ ممكن ولو كنت غلطان مش هيترفع الممر الوسطان أكتر من اثنين متر وده يعني ده احتمال واحد في الميه واحد في الميه عشان ما حادش يقول انت قلته انت قلته مش هيترفع الممر الوسطاني مش هيتسد وتسد منه ومترين احتمال واحد في الميه ولكن كل اللي بيحصل في أسيوبيا بيقول إن مفيش مفيش مش هيحصل يعني الفيلم النهاردة بتاع توليد الكهرباء بيأكد إن الملء الثالث مش هيحصل خالص لأنه خلاص فرح الشعر أنا عايز الناس تفهم الكلام اللي أنا بقوله لأنه بيجي لي رسائل من بعد الناس وهماش فاهمين بيقول لي يا عم الحاجة إنت عمل تقول الملء الثالث هيحصل الملء الثالث مش هيحصل يعني أنا عملا أشرح فيها بالتفصيل وبرضه فيه ناس مش قادرة تفهم فأنا مش عارف أشرحها إزاي أكتر من كده يعني يعني أنا سهلتها قوي نفس الشيء حصل بالنسبة للحرب ما بين روسيا وأوكرانيا يعني أنا قلت روسيا مش هتحارب وبعدين قلت لو حربت هتبقى ضربة جوية بس وروسيا مش عايزة تحارب وفصصتها قلت ليه روسيا مش عايزة تحارب لأن أصلا روسيا مش عايزة تحارب لأن لو روسيا حربت الصين هتقلد لو روسيا عملت ضربة جوية الصين هتقلد ضربة جوية أمريكا وروسيا متفقين على أن ما فيش حرب خالص وكل اتفاقية ما بين أمريكا وروسيا هي الضغط على أوكرانيا علشان يتنازل ويعمل حكم ذاتي في أكليم دونباس زي ما كانت اتفاقية مينسك كانت موجودة اتفاقية مينسك اللي حصلت في بيلاروسيا ولكن أوكرانيا لغت الاتفاقية وعايزين أكليم دونباس يخش أوكرانيا هي دي المشكلة المشكلة الرئيس الأوكراني نفسه هو سبب في المشكلة ليه لأن حط بوتين في موقف محرج وحط بايدن في موقف محرج لا بوتين عايز يحارب ولا بايدن عايز يحارب لكن الرئيس الأوكراني مخ ويسخ وهو اللي حيضطر بلده أنها تنضرب ولحد دلوقتي برضو بقول أن بوتين مش عايز يدرى ولكن عاوز تأكيدات عاوز حكم ذاتي في أقليم دونباس وبوتين ما يقدرش يرجع من غير ما يأخذ الحكم الذاتي ما أصلا ما يقدرش لو رجع من غير ما يأخذ حكم ذاتي يبقى نهاية بوتين أنا بقول لك دلوقتي أن بوتين مش عايز يحارب أنا بقول له مش عايز ولكن عمال يضغط علشان يفهم الرئيس الأوكراني أنه هيحارب ولكن ظهر رئيس الأوكراني حاسبها ماشي في اتجاه واحد يعني عنده معلومات أنه مش يحصل حرب مهما حصل وعشان كده مش همه وده اللي ممكن يضطر بوتين أنه غزبا عنه يعمل ضربة عسكرية ليه؟ لأنه ما يقدرش يرجع من غير ما يأخذ اللي هو عايزه لأنها بتبقى نهايته وده اللي مخوة في أمريكا وروسيا أن لو أمريكا عملت ضربة عسكرية ممكن الصين تعمل ضربة عسكرية في تايوان في تايوان فإلا هيحصل إزاي روسيا هتعمل ضربة عسكرية وفي نفس الوقت الصين تخاف تكررها فعشان ده يحصل لازم لما هتحصل ضربة عسكرية هتلاقي أمريكا قوامت أسلحتها النووي هنحارب بقى حرب النووي هتقول له وقف إطلاق النار وإلا تقوم حرب عالمية ثالثة تقوم يقوم روسيا تعرف إن حكاية إنها لو ضربت تايوان لو فقرت تعمل زي بوتين وتضرب تايوان ممكن أمريكا تتعلن على حرب نووية زي ما أعلن على روسيا فهذا هيخلي الصين تفكر ألف مرة إنها تقلد بوتين وفي نفس الوقت هتلاقي أول ما فيه حاجة اسمها سلحنة وبدأ ظهر سيلاقي مجلس الأمن اجتمع والحرب الضربة الجوية واقفت وفي الوقت ده هتلاقي مجلس الأمن ميسك الرئيس الأوكراني مر أباته وبوتين هيطلب بعزله لو أخي بالك وهتلاقي الرئيس الأوكراني تحت ضغط شعبي إنه يتنازل عندهم بس لأن الجيش الأوكراني خلاص هيبقى تضمر فهلأ غزبا عنه اتنازل عندهم بس وإلا بوتين يخش يغد أوكرانيا كلها فهمتوها؟ يعني هو ده اللي ممكن يحصل لو فد الرئيس أوكرانيا ماسك راسه وليه ممكن يحصل بالطريقة دي؟ وليه سلاح النوة ممكن يتحرك؟ علشان الصم ما تفكرش تقلد بوتين ما أصل العالم متشابك العالم متشابك فهمين؟ ولسه فيه في خلال كم يوم ممكن الرئيس الأوكراني ربنا يهدي ويوافع على حكم ذات الفقلمتهم بس وتبقى خلاص القضايا ويبقى الكل يرتاح يعني لسه فيه أمل يعني شوفوا أنا أشرحها بالتفصيل إزاي ومرة واثنين وثلاثة وبرضو بتجيل الرسائل في الناس مش فاهمها فأنا مش عارف أشرحها أكتر يعني أسهلها أكتر من كده إزاي يعني ملهاش تفسير يعني اللي مش فاهم كلامي يعيد الفيديو مرة واثنين بتركيز حيفهم خلاصت الكلام أن الفيلم بتاعه يا أحمد ده مش هيولد منه أكتر من عشرين ميجاوات يدوبك ينور بهم السد ليلا ولا حاجة وخلاص وحطوه بطاريتين جب السد وأنا قلتلك البطاريات من شركة تيسلا موجودة في ولاية تكساس الأمريكية وفي حاجة نسينا أقولها قبل كده عملوا حسابكم أن الأسعار هتزيد في مصر ومش بس في مصر في العالم كله لأن البترول هيزيد سعر البترول هيرتفع وأنا قلتلك ده برضو من أهداف حرب روسي أوكراني يرتفع سعر البترول لأن الفرق في سعر البترول هل حد م Jah brod الامارات والسعودية. طيب وزنبوهم ايه الامارات والسعودية يدفعوا طيب من السلاح. عشان كده لازم البترول يرتفع. علشان يبقى الفرق في الارتفاع هو اللي يدفعوه. وفي خلاصة العالم كله اللي هيتحمل النتيجة لان اسعار الغزاء في العالم كله هيزيد. فلو لقيتوا الاكل ارتفع في مصر الفترة اللي جاية ما تلموش على الحكومة المصرية اللي قد في العالم كله هيرتفع. يعني لو برميل البترول وصل مية وعشر مية وعشرين لازم كل حاجة هترتفع وتم ما تلموش فيها السيسي. اتمنى ان اكون وضحت الامور في الفيديو ده. واتمنى ان الاخوة بتوع القنوات التانية يسمعوا كلامه ويرددوه لان هم اللي عندهم ملايين بيشوفوا انا ما عنديش اعداد كبيرة. اتمنى ان انتم يا اصدقاء القناة تعرضوا تنشروا الفيديوهات دي مع اصحابكم علشان تطمنوهم بس كانت ده اللي قدر اقول لكم في فيديو النهاردة. في قاتل ارسالة من الاستاذ طاها فاروق. الاستاذ طاها فاروق بيقول انه اول ما بيشوف الفيديو بتاعي بيحط لايك على طول. علامة الصحي الفوق يعني. فانا بقول له ربنا خليك استاذ طاها متشكرين جدا واتمنى انه كل الاصدقاء اللي بيشوفوا الفيديو بتاعي اول ما يشوفوه يحط علامة لايك على طول ويبعاتوا رسالة علشان يساعدوا في نشر الفيديو. ولازم تعرفوا ان كل هدف من الفيديوهات دي مصلحة الشباب المصري. الفيديوهات دي فيديوهات تعليمية. بحاول اعلم الشباب المصري ازاي يفكر. وحاجة كمان عايز اقولها بالنسبة الفيديوهات التعليم الانجليزية يا ريت تتحذرهم اصدقائكم. فيه قنوات في اليوتيوب بتعلم انجليزي لناس والقنوات دي مشهورة وعليها اه ناس بالملايين. القنوات دي بتعلم انجليزي بطريقة خاطئة عمدا مع سبك الاسرار. القنوات دي هدفها ان الشباب المصري والعربي يتعلم انجليزي غلط. علشان بعد خمس سنين من تعليم الانجليزي يكتشف انه ما تعلمش حاجة. يوم يجي له اكتئاب. يرجع للمخدرات. الجريمة. اه يعني يتضمر. فانا بحذر يعني عايزكم بحذروا كل معارفكم من القنوات اللي موجودة في في اليوتيوب. وازاي تعرف ان القناة دي بيتعلم انجليزي بحقي وحقيقي ولا بتعلمش. هتلاقهم اه من اول فيديوهات اللي هي تعليم المبتدئين يحفظك جمل. جملة كاملة. لو يحفظك معاني كلمات ولا تصريفات افعال ولا جرامر ولا ازمنة. ليه على طول بيقولك جملة احفظها. جمل كاملة. اول ما تلاقي واحد يقولك الدرس رقم واحد للمبتدئين ويبدأ يحفظك في جمل. اعرف ان ده عميل من من عملاء الصيونية العالمية عايز يضمر الشباب المصري. انا اكتشفت الموضوع ده بالنسبة للانجليزي. وفي صديق اكتشفها بالنسبة للغة الروسية. معنى كده ان الصيونية العالمية مسكت كل اللغات. لان في واحد روسي قال لي ان نفس النافس اللي واحد مصري بتعلم لغة روسية. قال لي ان النفس اللي بيحصل للغة الانجليزية بيحصل للغة الروسية. وقال لي انه بعد ما قاعد سنين يحفظ في جمل راح يشتغل اكتشف نفسه بيعرفش روسي. قال لي كان هيتجنن لانه بعد سنين حافظ جمل. لانه حافظ جمل. لهو عارف الجملة تركبت ازاي? ولا يقدر يغير كلمة في جملة. هو حافظ الجملة. بيقول لي كنت ما تكلم معها راجل اه 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 القط كلمات من اللي هو بيقولها لكن مش عارف هو بيقول ايه. ليه? لانه حافظ جمل. ما هوش فاهم. فقال له اكتشفته ان المصيبة دي مش بس في الانجليزي دي في كل اللغات. فعشان كده بقول للاخوة المصريين اي حد بيتعلم اي لغة من على الانترنت لازم اي لغة ايا كانت تبدأ بكلمات تصريفات افعال جرامر ازمنة. الكلام ده موجود في كل اللغات. لو لقيت المدرسين بيعطوك جمل ويقول لك احفظوا الجمل دي اعرف ان دول عايزين يؤذوكوا اخرج من القناة. للأسف شديد القنوات دي مشهورة وفيها ملايين. ومش عارف اوصل صوتي ليهم ازاي. كلهم مصريين وعرب. ودول كلهم هيبقوا ضحايا. كل دول ضحايا. فارد انتم انتم تقدروا توصلي صوتي لأي حد تعرفوه بيتعلم انجليزي من القنوات دي. من القنوات دي. ماشي. وما تنسوش الله الوطن السيسي. تحيا مصر. سبحانه خير.